تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت بما إنها جولة دولية الواحد بلقاها فرصة يتكلم بمصطلحات ومفاهيم وناس تبلش تنشرها ممكن تكون مش دقيقة أو قابل للرد عليها ومعروف بفن الدعاية إنه كل المطلوب عشان الناس تآمن بفكرتك تظلك تكررها 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 لعن ما تبلش فيه فئة صدقك وتبلش تنشرها وتكررها هي كمان ومن هذه الصور لما يكون عندك مدرب ما عنده أسلوب وما عنده استقرار بالأداء ما عنده أسلوب لمستوى إنه خصمه في الديربي جوارديولا بيقول لللاعبين والله مش عارف شو بدأدربكم تكتيكيا لأنه مش عارف أصلا كيف هيلعبوا ضدنا ومن حيث الأداء مرة فوق ومرة دحت مرة خرافي ومرة فريق درجة تاني ما بعود عندك حجة دافع عنه مع أنك بتحبه لا بالفلسفة ولا بالأداء شو بيظل حجة تنظيف غرفة الملابس وظل تكرر هاي الحجة يوم ورا يوم ورا يوم حتى الناس تصدقك وتبلش هي فعليا من إيجابيات هذا الرجل لكن اليوم حنوقف ونسأل نفسنا هل فعلا تنظيف غرفة تغيير الملابس اللي عمله سولشاير كان إنجاز وكان مفيد ولا لا سولشاير تعين في 19 ديسمبر 2018 من يومها اشترى 12 لاعب واستعار واحد اللي هو إيقالو يعني خلال ثلاث مواسم كمية اللاعبين اللي اشتراهم أكثر من الفريق الأساسي لكن لما ننظر للفريق الأساسي اليوم حنشوف كثير لعبين كانوا في فترة مورينيو خط الوسط كامل بوكبا ماكتو موناي وفريد في الدفاع دايما ليندولوف وإيريك بيلي اللي لسا عم بيلعبوا بياخدوا فرصة وحتى على ظهير الأيسر لسا لوكشو والحارس ديقية هذا بوريك أنه فيه حراك بالسوق لكن الفعل الأساسي والتأثير الأساسي على الفريق الأول محدود في حين مورينيو اشترى 11 لاعب فيه منهم اثنين كانوا الأشهر فشلا لعنده مختريان وسانشيز وفعليا هم كانوا فاشل واحد لأنه بدلهم ببعض فبالنهاية دور كانوا أفشل صفقتين عنده تخلص من مختريان ما لحق يتخلص من سانشيز في حين ترك للفريق باكتو مناي اللي هو لعبه أول مرة في البريمير ليغ وبوكبا وفريد وماتيتش في خط الوسط وبيلي ولندلوف وأيضا دالوت في خط الدفاع وكان أيضا قد ترك ليمان يونايتد لوكاكو اللي تم بيعه بسعر جيد من قبل سلشاير تحت عنوان تنظيف غرفة الملابس وزلتان اللي رحل مجانا أيضا في عهد مورينيو نفسه فمن حيث تأثير وإرث السوق واضح أنه مورينيو فايز باللعبة بس الإعلام الإنجليزي مستحيل يحكيها أساطير يونايتد مستحيل يحكوها عندهم مشكلة مع هذا الشخص انسوا لي هذا الموضوع وطلعوا لي مورينيو من القصة وخلونا نروح على مفهوم تنظيف غرفة الملابس بلش بـ 19 ديسمبر 2018 يعني كان عنده سوق انتقالات شتوية في ذلك الموسم قراره كان سريع جدا في الليني يطلع في الليني اللي كان قبلها بشهر يمسجل هدف بيانج بويس قدرت قيمته المالية ليونايتد بعد فترة بعد من يونايتد وصل دور الثمانية بـ 40 مليون يورو في الليني اللي كان اساسي في عهد مورينيو جاء سولشاير ما اعطاه ولا فرصة تقريبا ثلاث دقائق بس في البريمير ليج وما يقارب 28 دقيقة في كأس الرابطة وغير ذلك ما اعطاه اي فرصة حتى رحل في نهاية السوق الشتوية للدور الصيني بتحس لهاللحظة قرار اعلامي البعض ما كان يحب في الليني في هجمة مستمرة على في الليني بس بيوم رحيل في الليني سكاي سبورت طلع بعنوان جميل وقالت ربما البعض حاول في الليني على الكرة لكن ما في حدا بيحب كرة القدم ممكن يشكك بفعالية هذا اللاعب بانضيبات واحترافية هذا اللاعب وبمرونته التكتيكية والخيارات اللي بيعطيك اياها ففي الليني حسب سكاي سبورت كان يستحق الاحترام هو يرحل كانت الناس تقول لك سولشاير طلعوا لكن بعد فترة طلع في الليني وقال لا انا اصلا كنت حطلع بالصيف اللي قبله يعني بعهد مورينيوم تنظيف ورفة الملابس انا ايجاني عرض من سان جيرمان والادارة وافقت بس انا اللي ما ارضيت اروح وقتها بس بشهر واحد او اثنين لما ايجاني النادي الصيني بعرض مالي كويس انا قررت اروح ففي الليني مش سولشاير اللي طلعه ففي الليني كان طالع من قبل شهور وخرج بيراته ولو كان هو اللي طلعوا فيه بالموضوع ظلم واضح لانك انت ما اعطيته فرصة واشتغلت علي بحكوك الاعلام طلعوا لي في الليل من القصة لانه فعلا مش هو اللي طلعه واحنا عارفين ايجا صيف 2019 واخد سولشاير القرار عظيم التخلص من اللاعب العالي غير الفعال السيء التفاحة الفاسدة واي اسم سيء بدكيا روميرو لوكاكو اللي من اول ما طلع يونايتد ما شاء الله عنه جاب كل البطولات في حين لوكاكو مع الانتر ما تحول ابدا لوحش هجومي مكينة هجومية اللعب ضده عبارة عن كابوس ورعب لمستوى حتى بالبلايستيشن عملوه هيك عبارة عن دبابه داخلي عندك عمطقة جزاء ومع بلجيكا صار اللعب صدع لا عشان هازارد ولا عشان ديبروين عشان في واحد بده قلبين دفاع يضلهم يدعوا ربهم ويحاولوا معاه الصح مش تنظيف ورفة تغيير الملابس من لوكاكو الصح تعمل بلوكاكو زي ما عمل كونتي بس اللاعب كان هو عم بيطلع كان عم برمي تصريحات مهمة جدا كان يقول من جوا النادي بيحاربوني بيصرفوا أخبار ضدي غير صحيحة ومعلومات ضدي غير صحيحة وأنا عارف مين اللي بيعمل هيك وكأنه اتهم الإدارة أو اتهم المدرب يعني لوكاكو ما أعطي الفرصة الحقيقية العادلة عشان تشوف لوكاكو الوحش اللي شفناه مع الانتر أيضا من اللي خرجوا هيريرا خرج مجانا وبإيرادته المطلقة أخذ عقد أفضل من سان جيرمان وراح عليه لكن أيضا فيه إلو خطوة تحسب له أليكسيس سانشيز قدري طلعوا بالإعارة على انتر ميلان أليكسيس سانشيز اللي كان من الصيف اللي قبله أيضا يونايتد بيحاولي طلعوا بس مش قادرين عشان راتبه العالي واللي وصف بكتير مصادر بأسوأ صفقة بتاريخ البريميرلي تحسب لسول شاير بس لازم أحكي جملة بغصة الطبيعي اطلعوا لاعب ياخد راتب خرافي وسلوكه سيئ الاحترافي وفي الملعب ملوش فيها صار فبالتالي الطبيعي يطلع يعني لو جبت محمد عواد مدرب حيقول لسان شز اطلع وفيه ثلاث يطلعوا دارمين وأراوخو وبالانسيا فيه شي بالدنيا بسموه الحتمية التاريخية شي رح يصير غصبا عن الجميع بوجودي بوجودك بعدمه رح يصير منه دارمين وأراوخو وبانطولي بالانسيا يطلعوا دارمين كان ضايل بعقده سنة كان عم بواجه مشكلة كبيرة بنعرف انه من قبل سنتين بتجي عروض من ايطاليا هو رافض يطلع بس بآخر سنة فهم انه من يونايتد حيخليه لاعب مجاني قدام الناس كلها وعبلاطة يعني انه انت حيصير منظرك مش حلو بين الناس انك لا بتلعب مع يونايتد وعقدك خلص فالاندي حتستغلك في العقد الجاي فالطر يتحرك قبل سنة عشان يزبط مسيرته وهو الآن لاعب أساسي من لاعبين انتر ميلان بطل الدوري الايطالي أما أراوخو فهو أيضا لاعب كان عم بودع بآخر موسم لمورينيو كان عم بودع من فترة الأخيرة لأنه ما عاد لاعب له حسابات ما عاد لاعب موجود كثرة إصاباته وبنفس الوقت رجع بلاده الارجنتين وأيضا شيء طبيعي مع اقتراب عقده من النهاية بسنة أبا أنتونيو فالانسيا فمنعرف انه كان أقرب للاعتزال يعني هذول الثلاث خرجوا بعهد سول شاير لكن أيضا لو كنت أنا موجود كان هيخرجوا بعهدي يحسب له أيضا خروج لعبين انجليز الإعلام بشكل عام بيحب لعبته كريس سمولينغ وأشلي يونغ هذا يحسب له من المفهوم اللي بنحكى فيه لكن أنا عشان أحسب هذه الخطوات بحسب له إياها بس لازم أشوف تكلفتها تكلفة بديل أشلي يونغ أليكس تلس 15 مليون يورو ولحد الآن ما شفنا منه شيء فارق كثير إلا لحظة أو لحظتين من أول ما يجى وتكلفة بديل كريس سمولينغ 87 مليون يورو اللي هو ماجواير فطبيعي لما يجيني ماجواير ب 87 مليون يورو أقول له سمولينغ الله معك وطبيعي لما أحاول أنظف غرفة تغيير الملابس وأطلع لينغ هتعاوستهم يروح صير حريقة ما فيه زيه أرجعه 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 بسرعة بلما الناس يقولولي شو بيصير معك ونفس الشي مع دالوت لما يروح عاملان ويصير لعب جيد بقبول بيأدي أقول له تعال ارجع نضب بلما الناس يصير تسألني شو اللي بيصير اللي بيطلع من عندك بيصير خطير ولو كملت بالبدائل في الليني بديله مكتب مناعي اللي أعطايا مورينيو وبديل دار ميان دالوت اللي أعطايا مورينيو فهو فعليا اللي عمله سلشاير جيد مش سيء عمل خطوة إيجابية للأمام ما تفهمونيش غلط بس مش حجة تحميه فيها للأبد وما ننسى أنه عنده فاندي بيك لسه ما لعب فيه مارسيالي اختفن سينا أخباره ما بحكي أنه مارسيالي يضل بس مارسيالي اللي لازم يطلع مدامك عم بتجيب كاباني ورونالدو وعم بتفكر بسنة مدام ما تفكر بسنين للعلم كاباني ورونالدو حيطلع بعد سنة لوكاكو حيكون عمره 29 سنة لسه آه اشتغل على هذا الموضوع بس مش إنجاز فائق مش إنجاز تحميه من كل اللي بيصير بالفريق بس جزء كبير من اللي صار كان حيصير مع أي مدرب موجود في مانيونيتد باختصار هذه هي قصة تنظيف غرفة الملابس اللي دائما يدافع فيها عن سل شاير بنوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سبك تويتر وإنستغرام وضروري جدا تتابعوني على سيلفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله